أكد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار وممثل الحزب في الحوار الوطني رائد مقدم على ضرورة تطبيق التحول نحو اللامركزية في الإدارة المحلية مشيرا إلى أن هذا الأمر ينص عليه الدستور وأشعر إلى أن كفة القوانين وتشريعات المنظمة للعمل العام لا تدعم أغلبها عملية التحول نحو اللامركزية نحن نتكلم على فكرة عامة وهي فكرة التحول نحو اللامركزية في الإدارة المحلية وده طبعا حسب المادة الدستورية 176 في الدستور اللي بتقول أن تكفل الدولة التحول نحو اللامركزية المالية والإدارة والاقتصادية بنظرة عامة على القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة للعمل العام والإدارة العامة في مصر نجد أن عندنا حوالي 54 ألف قانون وقرار سواء رئيس وزراء أو وزاري أو محافظين وبالتالي بتحليل تلك القرارات بنجد أن 93% من تلك القرارات والقوانين تدعم المركزية و7% فقط هي تدعم المركزية وبالتالي أما نجي نتكلم على قانون إدارة محلية بصفة منفصلة عن باقي البنية التشريعية اللي بتنظم العمل العام يبقى احنا بنضيع وقت يبقى احنا لازم ناخد قرار أن احنا نعدل البنية التشريعية الكاملة اللي بتنظم العمل التنفيذي سواء محافظ أو المجالس الشعبية المنتخبة في المجالس المحليات